هاركسي مرابا ومارم إيسي نصدر بوغلون سيزلر لي ألفا بيوري نجاز عسليما معاكم أمي مازرلي واليوم مش نقرأوا مع بعضنا حروف اللغة التركية علشش نبدو بالحروف في أول درس على خاطر الحروف هما أهم حاجة كن نتعلموها الباقي الكل مش يجينا سهل الحروف مش نتعلموا مع بعضنا في درسنا اليوم كيفش ننطقوها نكتبوها وبطبيعة مش نشوفو أمثلة تطبيقية لكل حرف هاركسي مرابا تركشي درس لرهوشكالدنس عسليما نس لكل مرحبا بيكم في دروس اللغة التركية يعطيكم الصحة اللي اخترتوا اللغة التركية ساعة كاوبسيون اللي هي لغة مهمة برشة خاصة تويكة مع برشة برشة قاعدين يمشوا يقرأوا في تركيا وطوامش نبدو مع بعضنا في بروغرام الباك كيما تعرفوا بروغرام الباك يتكون من ثمانية محاور كبار اللي هما يكونوا مع بعضها من نيفو A1 في اللغة التركية البروغرام بتاعكم مقسم من بين تخوزيم وباك في ثمانية محاور هذية اللي احنا بتطبيع مش نتعديو عليهم الكل مش نشوفو الديتاي الكل في كل محور كين ما تبعتوش مع البخافم تاياكم ولا ما نجمتوش تفهمو بويسكوة تركي مش مشكل رانا في الدرس هيدا مش نبديو مصفر مش نبديو من الحروف مش نقراو كل شي ديتاي باغ ديتاي بالطبيعة بعد ما نكملو المحاور هذي مش نعملو مبعاظنا منهجية مش نشوفو لزاستوس مش نشوفو حاجات يعاونوكم انو انتوما تخدمو دووار التركي في الباك باحسن طريقة اللغة هذي بالحق صوخص دونات لأي واحد اختارها راهو كتركزو وتفهمو لديتاي تفهمو المنهجية واللوجيك اللي معناها نعتمدوه في اللغة هذي راهو اكيد مش تجيبو نوت طيارة على الاخر قبل كل شي لازبنا نتعلمو مع بعضنا الحروف بالطريقة الصحيحة بالطريقة اللي هي مش تخليكم ما تغلطوش مش تخليكم ما تتعبوش وانتوما تتعلمو في اللغة هذي خاطر برشا برشا عباد يبدوا يعرفوا اللغة هذي كي يسمعوها يفهموها اما كي جيوا يكتبو يلقاو مشكل كبير وقالا كي جيوا يسمعو يفهمو المعنى اما كي جيوا يقراو ما ينجموش يفهمو نفس المعنى ما يفهموش المشكل مين؟ المشكل في الحروف اللي هما فما حروف ما نعرفوهمش في الفرنسية ولا الانبلزية حروف جديد علينا النطق متاحة يختلف تماما النطقة في لغات اخرى احنا كنتمكنوا من الحروف بالطريقة الصحيحة اكيد منش مش نلقاو حتى اشكال واحنا نتعلمو في اللغة هذي على هيكة توا مش نتعديو حرف بحرف ومش نشوفو كيفاش تنطق كيفاش تكتب وهكيا نكونو سيئ قضينا على المشكل انو عبد ما ينجمش يكتب بصحيح ولا ما ينجمش يقرا بصحيح نبدو باول حرف في الالفابة الالفابة تنطق بنفس الطريقة الصحيحة كما اي لغة الالفابة الالفابة اول حرف فيها هو ا ا هارفي مش نكونو متفاهمين عنا هارف معناها حرف وعنا هارف لير معناها حروف لك احنا توا مش نقراوا مع بعضنا الحروف واول حرف نبدو بيه هو ا هارفي ا هارفي ا نلقاه مثلا في ارابة نلقاه هاي كا ا ر ب معناها سيارة وقال له عربة كربة اربة ب ب بلك بلك حرف الب هذي يتنطق كما حرف الب في العربية بالضبط ومعناها اللي هنا يعانا بلك المعنى متاحها حوتة سمكة سمكة بلك انتع دولة دي بعدو ج ج جوزدان ج جوزدان الحرف هيدا نفس النطق متاع ج جوزدان جوزدان معناها محفظة امامتاع فلوس باكور جوزدان وجوزدان هذي الحرف هيدا مهم برشا عليش على خاطر ج هذي برشا مبعد في وسط الكلمات ولا في وسط الفقرات يغلطوا ويمشوا وينطقوها س الوحكو تنشوفوا الس موجودة اما في حرف اخر دونك جوزدان لهنا تشي تشيك تشي تشيك من الكلمات المعروفة برشا في اللغة التركية ومعناها زهرة وردة ونطق متاحة تشي نقطة ثنين ثلاثة تشي 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 مهيش مهيش تشي تشي دونك تشي تشي حرف تشي اللي هو يتكتب سي هالبرشا سي و سي دي دي دارس دي دارس المعنى متاعو دارس ويتنطق كيما الدي في العربية نفس النطق دارس ا ا الما الما ا ال ا هذي كيما ليتو تتقرأ ا المعنى متاع الما تفايحة في الفا هذي تنطق نفس الفا في العربية فيل فيل كيما ريتو كيف كيف الكلمة هذي نفس المعنى في اللغة العربية اللي هو فيل الحرف الحرف لازمكم تركزوا فيه على خاطر موجود فيه بار شا كلمات ونطقه يختلف تماما على نطقه في اللغات الأخرى يتنطق ج ج ج جزلك جزلك نطق متاعو ج ومعناها نظارات نظارات معناها جزلك الحرف هذا ما يتنطق كيما بقية الحروف كيما مثلا الأ والب هو حرف سبيسيال شوية نطق خاطره ما يجيش في أول الجملة وما يجيش في آخر الجملة ما يجي كان سامحوني ما يجيش في أول الكلمة ولا في آخر الكلمة ما يجي كان في وسط الكلمة مثلا بوا بوا معناها تحس البوا منطوقة والآ في الآخر منطوقة وهو في الوسط بوا الحرف هذا آ آ كل موجود من الصدر من القفاص الصدري يعني يخرج النطق منطعه مش باللسان بوا بوا وبوا معناها ثور كيما نقولو بن بوا برج يوم معناها أنا برج برج الثور بوا برج يوم برج الثور ثور معناها بوا وكيما قلتلكم الحرف هذا ما تلقاوه موجود كان في وسط الكلمة ببين لكثارية دو ويال نتعديو هستاني ها كيما الهي هكا هستاني هستاني معناها سبيتار وكينا نجيو نحيو منها ن نخليو هستا المعنى متاحة هستا يولي مريض مريض وهستاني مع بعضها هي مستشفى مستشفى عندكم هستا مريض والمعنى الكله هو مستشفى نتعديو الجوز حروف لازمنا نفرقوا ما بينتهم بالكبير عندكم ا ا كيف نتعو يخرج من الحنجرة مش نحركوا مثلا مش من لساننا يخرج مش مش معناها كيف نقوله احنا البي ولا اللا ولا اللي هو هذي حرف من الحنجرة نتعو ا اشك ا اشك اشك والكلمة هذية معناها الضوء اشك كما ريتو عنا ال اي هذية اللي ما فيهاش حد شي ما فيهاش نكتة وعنا ال اي هذية اللي فيها نكتة اللي احنا تاوي مش نشوفوها جزء في الحرف اللي بعدو اي فيها من فوق النكتة انترنت دونك اللي هنا انترنت معناها المعنى العادي الانترنت وال اي هذية نطقها نفس ال اي في الفرنسية نفس النطق اي وننزلوا عليها الكلمة نطقها بصحيح جي جي جابونيا نفس الجيف العربية جابونيا ومعناها الجابان كي كباك كيف كيف نفس الكيف العربية ولا فمع بيدي كتبوا هك كي كباك ومعناها كلب ل نفس النطق في اللغة العربية لي ليمان ليمان ونفس المعنى المتاع ليمون ما نفس النطق في العربية ما 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 معناها طاولة ن ن نار 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 معناها رمان والنطق كيف ما ريتو ن نفس النطق في العربية ن نار رمان صحيح فما برشة كلمات في العربية يشبه للتركية اما كيف كيف رم فما كلمات نفس النطق اما ما عندها حتى علاقة بالمعنى معناها مثلا النار بيانسيغ معناها ميهيش النار معناها كتسمحها لأول مرة مش جيمة كل كلمة نطق نفسه بالتركي والعربي رهو نفس المعنى كي ما ريتو النار المعنى متاحها رمان او 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 معناها غرفة مثلا كيف نقوله النار كما في التصوير غرفة النوم هي يتاك او دس يتاك او دس لهن يتاك معناها سرير دنك لهن هذية يتاك وهذية مع بعضها اسمها يتاك او دس او او دا عنا او واحدة اخرى اما بمعنى اخر ونطق اخر ال او هذي او تتقرأ نفس النطق نطع ال او هذي نفس النطق هذة او معنى في اللغة الفرنسية وتتقرأ او داف او داف او داف معناها الدروس المنزلية ولا معناها الهومورك الدرس اللي تخدموا في الدار او داف مثلا انا تاويكا كان نعطيكم درس مش تخدموه في الدار يتسمى او داف الهومورك داف داف فلوس para ر راجو راجو هذي ر نفس نفس الرا في العربية راجو ر راجو اما هم يقولون ر هارفي ر هارفي اما في الكلمة هذي ر مع الآ ولا راجو اللي نفس المعنى هو الغجو س سات س سات الكلمة هذي عندها زوز معاني المعنى الوليلي هو ساعة واحد معناها ساعة المعنى الثاني هو كيف كيف في العربية نلقاه ساعة اما المعنى مثلا ساعة معناها يدوية ساعة يدوية ولا ساعة منطق الحاقط كيفاش نقولوهم المعنى هذي ساعة البرجة كان مش نحكيه على الساعة اليدوية مش نقولو ال سات دوفار سات نعودو نوصحو وعننا ال سات وعننا دوفار ساعة وعننا في الزوز دوفار كيمارينا كلمة سات ينجم يكون عندها اكثر من معنى وتتنطق سا سات علاج مهم انو احنا نعرفو الكلمة كيبدأ عندها اكثر من معنى على خطر مثلا كيجيك في نص لازمك انتي تفرق بين الكنتكست هذا والاخر وتعرف شنوى المعنى اللي مطلوب منك انو انتي تفهمه نتعديو شي شابكة شي شابكة ذي يعني نفس النطق نتع الشي في العربية شابكة مثلا انتي اسمك شايمة بالتونسي كي مش تكتب اسمك باللغة التركية تولي شايمة على خطرشي الشي تكتب هكا على خطرشي على خطرشي على خطرشي شابكة 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 بالتونسي بالتونسي تربوشة ت طوب ت هارفي نفس النطق زادة متاع الت وطوب معناها كرة او 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 مش تقولوا لي هاو عنا برشا ديفوالي لشابه اذا كيفش نفرق بيناتا هدا النطق متاحة او بالفرنسية معناه او 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 تشوالي هاكا اسمك ومعي ما بالنطق هو او على لحكة مثلا كان جيت انتش تكتبها بالفرنسية مش تستعمل الاو او الحرف هذا يعوذ الاو او ولهنا اوزون معناها طويل طويل مثلا مش تقول عبد طويل اوزون بايلو خطر كلمة باي معناها الطول الكتيبة تكتب كما باي في الانجليزية اما هي باي معناها الطول اوزون بايلو معناها الطويل القامة طوان تعديو الحرف اخر يشبه للي كنا فيه اما فيه نكتين شنية حكاية النكتين هدو ما وكيفاش يتمطقوا اوزم 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 كما ليتو اخترنا كلمة فيها مرتين الحرف هذا اوزم معناها عنب اوزم اوزم عظمة يومورطا زي اللي هو اخر حرف في الالفابة تركية جرافة كيف كيف يتمطق كما الزي بالتونسي ولا بالعربي زي زرافة والمعنى بطبيعة واضح برشة اللي هو زرافة مرسي اللي سمعتونا واللي ركزتو ان شاء الله تكونوا بالكداية في الحروف على خاطر هذي مرحلة مهمة برشة مش تخليكم متمكنين من الحروف بطريقة الصحيحة ننصحكم كان فما حاجة تغابت عليكم وقالا حسيتو اللي فما برشة حروف تشبه لبعضها نصيحتي ان انتم تعودوا تتفرجوا في الفيديو اكثر من مرة مش نجموا هكيكا تنتقلوا للمرحلة اللي بعدها اللي هو مش يكون اول محور طانشما التعارف وهكيكا تكونوا مرتاحين ومثبتين من كل حرف كيفاش يتنتق والفرق ما بين كل حرف والاخر هكيا نكون وصلنا لنهاية الدرس الاول من اللغة التركية شفنا فيه الحروف مفصلة ننصحكم كان مستوعبتوش المعلومات هذية الكل تعاودوا ترجعوا ورقة وستيلوا وتشدوا كل حرف وحده تنتقوه اكثر من مرة ومن احسن التمرين اللي تنجموا تعملوهم انو يا اما تاخذوا تليفون تسجلوا رويحكم ولا تاخذوا قدم المرية وتقدوا تعاودوا في الحروف مثلا كيما شفنا ا ارابا يعني تويلفوا بالنطق مش هكيكا ما تنسيوش كيف كيف لازم بعد ما تشوفوا الفيديو هذية ترجعوا تتفرجوا فيها كل مدة على هكيكا ترجعوا تتفرجوا فيها كل مدة هكيكا ما تنسيوش اللي تعلمتو اللي عجبتو الفيديو ومهتم مش يكمل اتعلم اللغة التركية معليه كان يدخل منصة لسينة بوانتين وتوا مقعد اللي كان نقولكم جوروش مكوزراء